فيروس الفساد الأسرع اختراقاً في العراق لا ينخر جسد أموال العراقيين فحسب بل بات يدخل الخطر على صحة العراقيين لم تكن هذه المقدمة لتقريراً تلفزيونياً فقط أنما هو واقع الصحة المتردي كما ينطقوا لإثان حال العراقيين جديد الفساد الذي وصل حد اللعب باختبارات الفحص للكشف عن كورونا تقرير تكشفه ميدل إيست آي التي تقول إن عراقيين زوروا اختبارات الفيروس للسفر خارج بلادهم وتفضح فساد وكالات سفر في البصرة منحت بدورها شهادات سلبية مقابل سبعين دولار للشخص الواحد مديرية صحة البصرة صرحت حول ما تنقلته وسائل الإعلام عن عدم وجود فحوصات مزورة في المحافظة وزارة الصحة قالت مؤخراً إن حالة التهون التي تشهدها البلاد بتطبيق الإجراءات الوقائية من الإصابة بكورونا فوتت فرصة القضاء على الجائحة في البلاد ما يعيد الخطر الذي يلحقه كورونا بارتفاع عداد الإصابات بشكل أكبر هذا بدوره يزيد شكوك حول غياب الرقابة على مكاتب السفر أو محاولة البعض بالسفر خارج العراق بأي طريقة كانت ولو كانت على حساب اللعب بأرواح الناس ونشر الفيروس دون ضمير الخبير في عالم الفيروسات عمار الخميسي شكك بحقيقة أرقام الإصابات بفيروس كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة الأرقام التي تبينها وزارة الصحة أرقام غير صحيحة بالنسبة للفحص البي سي آر بالعراق دينة أربعين خمسين بالمئة فقط نتيجة صحيحة لأن الجهاز غير محدث فمدى يأخذ السلالات الحديثة الدخصير آخر شعرين ثلاثة كذلك حتى الوفيات دين يسجلوها ذات الرئيين موانيا وغير أمراض مدى يسجلوها كوفيد نايتين الموقع البريطاني الذي فتح النار على المسكوت عنه وغياب الرقابة تحدث لكثير من الركاب قالوا إنهم لم يخضعوا للاختبار في المستشفى كونهم لا يرغبون بالمخاطرة في تعطيل سفرهم قضية توضع على طاولة البحث عن الحقيقة التي باتت ترهق مخاوف العراقيين بقصة فساد جديدة قصة صبحت البحث عن حقيقة زيتنút diplomacy اللعنج بreست أم سAssد أن تتزن بالفتح النار بأس قصة 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 اشتركوا في القناة